السلام عليكم ازايكم يا فندية رجعنا عبعض تاني بفيديو جديد فيديو النهاردة برضو مجاني 100% هنعمل مع بعض فيه إثبات سحب بمبلغ حلو جدا وفكر التقديم فيديو النهاردة جات لي بعد ما ناس كتبت لي سواء اذا كان في التعليقات أو على الخاص الناس مثلا اللي من سوريا أو حتى من مصر مش عارفة تعمل محافظ رقمية عشان تسحب عليها المبلغ دي ومش قادرة هتحولها لفلوس كاش انا النهاردة جايب لك الحل الجزري للموضوع ده هعرفك ازاي تكسب وازاي تسحب فلوسك حتى لو كنت صغير في السنة وازاي تحولها الكاش بس معرفش ليه في الفيديو اللي فات ما كتبتوش رأيكم في الكومنتات زي ما طلبت منكم انا كنت سألتكم في مقدمة الفيديو على حاجة عايز عاملها لكم عشان بجد تقدر تحققه ارباح ارباح شهرية كمان بس لفت نظري كده حاجات انتو ما كتبتاش في التعليقات بس تجات لي علاء الخاص نص ضريفة كده علاقت على حاجة او كلمة انا قلتها في المقدمة بتاعت الفيديو ليفا لما قلت بدل ما تبصه الاسامة او غيره ان هو عمل فلوس كتير استغل الوقت اللي انت بتضيعه في انك مركز معايا وخليه في انك تشتغل فعلا على مهارة او حاجة تخليك تكسب زي وهنا مربط الفرز السؤال اللي تسأل لي من كذا حد انت بتكسب فلوس كتير اه انا بكسب فلوس كتير في صراحة اكتر من كده اظن ما فيه بس عارف انا بكسب فلوس كتير ليه عشان انا كنت زيك في يوم من الايام وطبعا زيك هنا ملهاش علاقة بالناس الجميلة اللي انا قلت برضه عليهم في الفيديو اللي فات اللي هم فعلا قدروا يتعلموا حاجة كويسة من القناة وقدروا يطلعوا داخل شهر دي انا بكلم هنا على الشخص اللي بيكسل يشتغل وخلق اللي ينتقد فقط زي ما قلت لك انا لسه مجاوبك دلوقتي اه انا بقابل فلوس كتير بس الفكرة ان انا كنت في يوم من الايام زيك يعني ايه زيك؟ يعني كنت باتفرج على يوتيوب ازاي احقق ربح من الانترنت بتابع دو بتابع دو وبحاول اتفرج على الطريقة فعلا تخليني احقق ربح وتأكد بنفسي ان هل فعلا فيه ربح من الانترنت ولا مفيش هل الناس اللي بتطلع تشرح لنا وتقول الربح من الانترنت دول الناس بتشتغلنا وخلاص وعايزة تعمل مشاهدات وشكرا ولا فعلا فيه ربح بجد والناس دي فعلا عايزة توصل لنا الطريقة وقولت قبل كده للناس اللي بتتفرج علي من زمان ان اول فيديو عملته على القناة كان يوم ما حققت بسبب بعض الفيديوهات اللي انا كنت بتتفرج عليها دي تلاتين شدة في بابل قدرت استلمهم بطريقة مجانية فعلا من الحاجات اللي انا اتفرجت عليها تلاتين شدة دول يعني حتى ما يشحنوش موسم بس الفكرة هنا ان انا انبسط اي نعم هو ربح صغير ولكن السنت اللي انت مستقل بيه في الربح ده هو لما بيتحط جنب بعضه كده بيقدر يعمل اول دولار واول ميت دولار واول الف دولار واول مليون دولار ما تستكترش المبلغ قوي بس فعلا المبالغ الكبيرة دي هي عبارة عن شوية سنتات جنب بعض وهنا كانت اللحظة الانتقالية ان انا لما صدقت ان فعلا فيه ربح من انترنت قلت ليه ما دورش بنفسي اكتر وكتر ليه ما حاولش ان انا اوصل لكل معلومة تقدر تخليني احقق ربح مجاني وانقلها للي زي اللي زي اللي هو مين اللي فعلا بيحاول يدور على ربح وبيصدق وبيشتغل وما بيقولش ان الربح ده صغير وما تنساش ان انا لسه اقل لك من شوية ان انا جاوبت على السؤال وقلت لك اه انا بعمل فلوس كتير بس ما بقتش بعمل فلوس كتير الا لما في الاول عملت فلوس صغير ومع الاسرار والتعلم قدرت اوصل للفلوس دي فكل اللي مطلوب منك حاجة بسيطة جدا انك تتابع وتفهم وتبدأ تشتغل ما تنتقدش لمجرد الانتظار جرب وشوف بس جرب وشوف دي يعني معناها جرب بجد اشتغل بجد وعايز اقولك ان في فيديوهات في القناة وفي فيديوهات تانية لسه هتتعمل على القناة هتبقى مدتها طويلة انا بقولك اهو الفيديو الطويل اللي انت مش عايز تتفرج عليه ده عشان فيديو طويل اهم بكتير جدا من الفيديوهات القسيرة لان الفيديو الكبير ده مش مجرد ان الفيديو كبير عشان تاخد وقت اطوى في المشاهدة بالعكس ده عشان مشروح فيه كل حاجة بالتفصيل بجد عشان لما تطلع من الفيديو ده تبقى قادر فعلا انك تشتغل وتعمل ربح بجد دي كانت نصحتي ليك قبل ما نبدأ في اي حاجة في الفيديو بتاعتنا اما بقى معلم الفيديو بتاعت النهاردة فهو فيديو هتقدر تحقق منه الارباح عن طريق مشاهدة الاعلانات اصدد ما فيش ابصف بين كده شوية نقارات كده كل يوم تتفرج على شوية اعلانات هوب تجمع فلوس تاخد الفلوس دي تجمعها تسحبها بعد ما تسحبها تروح تحولها الكاش والنهاردة هنغير الطريقة شوية بتاعت السحب بلاش المحافظة الرقامية علشان بعض الناس اللي اشتاكت مثلا زي سوريا وغيرها ان هم مش قادرين يوصقوا حساباتهم في باينانس ومش قادرين يشتغلوا عليها النهاردة هنشتغل على الوسيلة المضمونة والاكتر شهرة في الشرق الأول اللي مش محتاجة اي توصيل وهتقدر تسحب منها فلوسك كاشف يلا يا عزيزي عشان ما نضيعش وقت ونخش بسرعة على الفيديو بتاع النهاردة رجالة مع بعض تاني ومادقيا كده قاسف اذا كانت المقدمة طويلة عليك بس يصدقني والله الكلمتين دول كان مهمين جدا انك تسمعهم فعزيز المشاهد لو انت لست بتتفرج عليها اول مرة فدي القناة ففضلا وليس امرا ويسعدني ويشرفني طبعا انك تعمل زرار الاشتراك وتفعل زر بشارات للكل علشان يوصلك كل جديد ده الفيديو اللي فات اللي احنا فعلا قدرنا نحق منه 21 دولار و 46 سنت وعملنا اثبات السحب ده قدامك وفعلا السحب وصلنا في خلال 10 دقايق بطريقة مجانية مليون في المية وطبعا ما تنساش وفكرك بالفيديو اللي انا نبهت عليه برضو الحلقة اللي فاتت اللي خلاص هانت هنوزع الجايزة على 20 شخص كل واحد فيهم هيقض 14 دولار فزي ما مكتوب على الصورة كده لا تفوت الفرصة فعلا ما تفوتش الفرصة سواء اذا كان في الفيديو ده او في الفيديو ده او في اي فيديو على القناة هتقدر تحقق منه ارباح كويسة جدا وطبعا عندنا هنا قوائم التشغيل اللي هتقدر توصل فيها بسرعة لاي حاجة انت عايزها على القناة وطبعا افضلها بالنسبة لناس كتير الربح من الانترنت مجانة موجود عندك تانية برضو سلاسل اللي هتقدر فعلا تحقق منها داخل شهري اما الموقع بتاع النهاردة فهو الموقع اللي انت شايفه قدامك ده وكننا اتكلمنا عليه قبل كده مرة زمان الموقع ده من الموقع الجميلة والاستورية جدا في الربح من مشاهدة الاعلانات وزا ما انت شايف هنعمل السحب مبدئيا كده قبل ما نتكلم في اي حاجة الموقع ده هو موقع روسي لو جينا ضغطنا هنا كده وعملنا ترانسليت تو ارابيك فبالتالي هيترجم لي الموقع للغة العربية كل الاعلان اللي انا بعد ما جمع المبالغ دي من مشاهدة الاعلانات والمبالغ دي هتتجمع بسهولة جدا هضغط هنا على الزرار بتاع المطرقة ده هيحولني للصفحة اللي انا مفروض هحول منها الكليكات ديت الى روبل هضغط كده على بيع مقابل الروبل هيحول لي المبلغ بتاعي اصبح معايا دلوقتي تمانين روبل التمانين روبل دول بيساوي واحد دولار طبعا هنحول هنا المرة دي بقى على البايير البايير مش محتاج منك اي توصيق بتاتا وهتقدر تسحب منه سحب يومي يصل الى تسعمية تسعة وتسعين دولار يعني تقريبا الف دولار من غير ما توصق حسابك ولو ان برضو موجود توصيق الحساب عادي سواء اذا كان مصر او في السعودية او في اي بلب بس حتى لو انت مش عايز توصق هتقدر تسحب الفلوس بتاعتك منه عادي جدا وهنعرف برضو بعد ما نسحب المبلغ بتاعنا على البايير هنا ازاي نحول له الفلوس كاش بكل سهولة هتروح مع بعض تاني على الموقع وندوس هنا على الروبل كل اللي مطلوب مني ان انا هنا هاجي على العلامة اللي تحت ديات خلينا برضو نحول تاني للعربي هنا بيقولك سحب الاموال الروبل طبعا هتدخل هنا المحفظة بتاعتك بتاعت البايير وهضغط هنا على الروبل هقول له انا عايز اسحب تمانين وتلاتة وتمانية وتلاتين سنت واعمل هنا ينسحب هنا بيقول لي تمت معالجة الدفع بنجاح خلينا ننزل تحت كده في المعالجة ولو رحنا للبايير هتلاقي بالفعل المعاملة اتنفزت زي ما انت شايف خمسة وتمانين روبل لو رجعنا تاني هنا وعملنا ريفرش هيبقى خلاص خلاص تم تنفزها معلش اللغة العربي كل شوية هنترجمها خلاص كده بنجاح يعني السحب فوري قبل ما نعرف بقى ازاي نحول الرصيد بتاعنا ده اللي هو دلوقتي اصبح معنا دولار اربعة وستين سنت ناس هتقول لي ده مبلغ صغير ازاي هحاول الفلوس كاش اقل حاجة عشان احاول منها اقل محفظ عشان احاول منها لازم يكون معاي مبلغ كبير النهاردة انا هخليك حتى الدولار ده تحوله لك بس قبل ما نعرف الطريقة خلينا نرجع تاني نشوف ازاي بالفعل هنقدر نكسب الروبل ده من الموقع بتاعنا طبعا التسجيل سهل وبسيط جدا وبرضو هيظهر لك في علامة الفيديو الاول اللي تكلمنا فيه عن الموقع ده هنروح هنا بعد كده على تصفح المواقق طيب بيطلب مني هنا طلب ضروري جدا الاول ما كانش بتطلب عشان كده احنا جينا نتكلم عن الموقع عشان اعرفك ازاي تشتغل عليه الاول هنا هيطلب منك حاجة بدل الكباتشة عايز يثبت انك شخص حقيقي فعلا بتستخدم اي موقع من الموقع دي او ليك ايميل شخصي عليه لو انت على الموقع بتاع وده برضو بنستخدمه في مشاهدة الاعلانات ممكن تروح تعمل عادي عليه حساب زي وزي الفيسبوك او انك تكون على او الموقع التالت ده اللي انا معرفوش اساسا خلينا هنا نروح للجيميل انا برضو عندي حساب على الفيكي وهنعرف دلوقتي ليه هنستخدم الفيكي خلينا هنا نروح على الجيميل بعد ما ضغطت على ايميل الجيميل ودخلت بحساب جيميل فعلا يعتبر اتربت بالحساب بتاعي هتبدأ تظهر لي هنا الاعلانات لو ضغطت على الاعلان بالمنزر ده هيفتح لي الصفحة ويكتب لي هنا اربعة شهر ستانية او خمس شهر ستانية يعني لغاية لما يخلص العداد ده بعد ما يخلص العداد هتنضاف النقب بتاعتي للحساب الشخصي عد معي تلاتة اتنين واحد بعد كده هحل الكاباتشا طبعا ترجم باللغة العربية عشان تعرف هو ايه المطلوب منك حدد الصورة التي تظهر الهاتف هضغط هنا على الهاتف خلاص تمت المشاهدة بنجاح لو رجعت للموقع مرة تانية ارجع تاني للموقع هتضغط على الاعلانات دي بالتوالي لحد ما تخلصها وترجع تكملها بعد كده في اي وقت تاني عندنا الخانة التانية وهي مواقعي او الخانة اللي قدامها علامة الشنطة دي لو ضغطنا عليها بالمنظر ده هيحولني برضو لصفحة تانية بعد ما ربطنا الايميل برضو عايز يتأكد انك مش روبوت بتنفذ عمليات هيقولك هنا انه سيتم ارسال رمز الى الايميل اللي انت دخلته بالفعل هتقوله ارسل رمز الحماية لو ضغطنا عليه بالمنظر ده فهيرسل رمز الحماية للاميل كل اللي عليك انك هتروح للاميل اللي انت دخلته بالفعل وهتجيب الرقم وتحطه هنا رحت للاميل وفتحت الرسائل وبالفعل الموقع فعلا بعتلي كوت تحقق هياخد نسخ من الرقم ده وبعد كده ارجع تاني للموقع وحط الرقم هنا وبعد كده اقول له تحقق مفروض ان هو هيقول لي ان تم التحقق وبالفعل تم هيظهر لك بعد كده الصفحة دي الاعلان عن موقع هتقدر ساعتها تعلن عن اي موقع زي المواقع اللي بتظهر لك دي او حتى المواقع اللي انت بتاخد عليها نقط على الزيارات لو انت عندك مدونة او اي صفحة عايز تجيب عليها زيارات هي هنا المسألة عاملة زي تبادل زيارات هتضيف هنا الموقع بتاعك وتطلب عليه زيارات طيب لو نزلنا تحت شوية كده عشان نشوف كيفية الكسب في الموقع زي ما انت شايف هنا هتقدر تكسب من خلال تصفع المواقع ومن خلال كمان تبادل الزيارات زيارة للزيارة يتم اضافة واحد نقطة وكيف يتم سحب الاموال هنا هتقدر تسحب من الرصيد الاسيسي طبعا زي ما شرحنا من شوية انك هتاخد النقط دية على الروبل و بعد كده تسحب الروبل ده على حساب البيئة ونقطة مهمة جدا انك لو ما دخلتش على الحساب بتاعك لمدة ستين يوم حتى لو كنت محق عليه ارباح هيتم ازالة حسابك او هيتم حزف حسابك وكمان الموقع هنا بيوفر لك برنامج احالة محترم جدا هيديك خمسين في المية من ارباح احالات المستوى الاول يعني هي حد هيسجل من خلالك هيعمل اي ارباح على الموقع الموقع هيديك خمسين في المية على الارباح دي طبعا هنا كن بزيارة التبادل دي علشان بدل ما تحول انت مباشر من علامة المطرقة هنا وتحول على السعر اللي مكتوب اللي هو سبعة وعشرين تقدر هنا تحط طلبات بيع او شراء للعملات اللي موجودة معاك وتقدر تاخد اعلى سعر زي بالزبط التداول على المحافظة الرقاء طيب نرجع لنقطة بتاعتنا تاني بقى لو جمعنا مبلغ هنا زي ما انت شايف جمعنا مسلا مبلغ وحولناها الروبل وسحبناها على محفظة البيير واصبح معانا المبلغ ده انا هسحب الفلوس دي اتكاش ازاي هسيب لك في الوصف تحت تلات مواقع كنت اتكلمت عليهم قبل كده وعملت بالفعل عملية تبادل عليهم والتحويل تم بصورة طبيعية جدا وما فيش فيه اي مشاكل اختار الموقع اللي رياحك فيهم واشتغل عليهم عندنا كذا اختيار عندنا ادي موقع وادي موقع وادي موقع التلات مواقع دول انا اتكلمت عليهم بشكل شخصي قبل كده واشتغلت عليهم بنفسي وقدرت اعمل عملية تحويل بدون اي مشاكل الميزة في الموقع الاخير ده انك هنا هتحول من باير ممكن تحول من باير مباشر عملة دولار ممكن تحول من باير مباشر عملة روبل يعني كمان مش محتاج انك تحول الروبل لدولار هاختار هنا باير بعملة الروبل بس هنا بيبقى فيه مشكلة بس ان هو عايز حد ادنى ربعمية روبل وهتيجي هنا على اه انك تستلم اموال ايه هتقوله انا عايز استلم فودافون لو حطيت هنا ربعمية روبل فهقدر استلم قدامهم مية واربعتاشر جنيه تسعة وعشرين السبعة روبل بيساوي اتنين جنيه اما الموقع الاول هنا فهو هيديني فقط اختيار البيير فبالتالي انا هنا مضطر ان انا احول بالدولار هنا المينموم بتاعه اتنين دولار يعني انا دلوقتي معايا دولار اتنين اربعة وستين فانا مضطر انتظر لغاية لما كاملهم اتنين دولار عشان اقدر احول من خلال الموقع ده اما الموقع التالت هنا برضو هقدر اشتغل على حساب البيير مباشرة وخلي بالك هيبقى فيه تنوع ما بين المواقع يعني هنا مثلا موقع زي ده ممكن تحول من انستا باي او تحول من باينانس باي او من شوات حاجات تانية كده بس النهار ده احنا برضو هنتكلم على البيير وبرضو عندي هنا من اتنين دولار لالف دولار هحط القيمة بتاعتي هنا الاتنين دولار وهختار هنا ان انا اشتغل على فودافون كاش او استلم على فودافون كاش هيديني 96 جنيه مقابل الاتنين دولار وزي ما قلت لك هسيب لك اتلب مواقع دول تحت في الوصف او في التعليق المسبب تقدر ترجع لهم في اي وقت عشان بعد ما تجمع ارباحك تقدر تحاول فلوسك لمحفظة فودافون كات اتمنى انك تكون استفدت من الكلمتين اللي انا قلتهم لك في الاول بعيدا كل البعد عن الموقع اللي شرحته النهاردة او اي موقع ممكن اشرحه انا عايزك تستفاد من الكلمتين اللي انا قلتهم عشان تشتغل بجدهم ما تستقلش باي مشروع او اي ربح موجود على الانترنت لو بدأت بالربح الصغير ده تأكب مليون في المية انك هيلك وقت وتقدر تحقق ارباح كبيرة فقط ما ينفعش تنطع السلم لازم تطلع السلم سلمة سلمة اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد كان معكم اسامة سلام